قاعدة بناءنا باللوز المقلي بالبريك تعالوا نعمل الفتوش وعايز أقولكم أني لقيت النعناع الناشف كان جنبي فحاخد شوية نعناع ناشف أنا بحب أنشوفه في البيت أهو النعناع هنحطه على صنية نطلعه شوية بالشمس والمهم ما يجيش عليه تراب قوي وبيدي طعم مختلف عن الفرش كمان تعالوا نروح التلاجة نجيب سبت الخضار للفتوش كل خضار بحب قوي 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 الخضار تبقى فرش وزي ما أنتوا شايفين هي سوبر فرش اللي يعرفون يعارفين أنه تلاجة بيكاو عندي في البيت وأكتر حاجة بحبها أني أشتري الخضار وتفضل صبحة فالأبر فرش تكنولوجي اللي في بيكاو بتخلي الخضار حقيقي وعملت تاست قبل كده وعي شيردت على الإنسجرام موجود الفيديو إزاي الخضار بتقعد ثلاث مرات فرش أكتر من أي تلاجة تانية فيش فيها الأبر فرش تكنولوجي هو إيه الفتوش سلطة خياره طماطم تعالوا نجيب بولا ونعمل الفتوش وأقول لكم إيه المختلف بالفتوش وما شعايزة أنسى أسمع منكم أنا حبيت اللي أختها بتودها اللي حاسة أنه الجيران مش هيتقبلوا اللي حاسة أنه مأسرة زي عايزة أسمع منكم وعايزة أنا وإنتوا النهاردة نقرر خلال الأسبوع ده نود جيرانا أنا ده حاخدوا قرار إنتوا بقى إيه الظروف معاكم بتعملوا كده بتطنشوا زي نويين تعملوها كلمونا وقولونا أنا هنا حطيت إيه طماطم الفتوش بتقطع أكبر من الصلطة العادية هحط كمان خيار برضو متقطع أكبر من الصلطة العادية معانا أحمد من إينا تعالوا نسمع رأيي الرجالة أهلا أحمد شلو مساء الخير مساء النور يا أحمد إزاي حضرتك تمام بخير الحمد لله أولا ما أنا حابة بس أشكر حضرتك الأول على أن أنا كحد ما كانش مكتم بالمطبخ خالص أحب المطبخ بصراحة من خلالك ومن خلال حقكي شو أحبتك بسلو حاجة بتعمليه شكرا فأنا حاجة أشكرك جدا طبعا على البرنامج أول حاجة الحاجة الثانية عندي طلب بسيط خالص تفضل الماتيريال النفسية اللي حاجة بتتخدميها يعني حاجة تدينيها يعني يعني وبتدينيها من خين وكده يعني طبعا إحنا كده كده بينزل دايما شكرا خاص بآخر الحلقة لكل المزارع والسبلايرز المصريين اللي إحنا منفخر إنه منتعامل معاهم فدايما نستنوا لآخر الحلقة خدوا سكرينشوت حتلاقوا أسماء كل الناس اللي بيخلوا كل ده هنا حقيقة ده إحنا بنشكرهم دايما لأنه هم فعلا كل ما يكون فيه مزارعين وبروديوسرز ومنتجين في مصر كل ما شفات والناس في البيوت يقدروا يعملوا أكل أحلى بالنسبة لسؤال الحلقة يا أحمد قل لي أنا بعمل فاتوش وأنا بكلمك ممكن حاجة قابليها برضو تفضل النسبة برضو حاجة اللي فيه حواجة كوامل كتير حواجة تستخدميها حاجة اسمها تشيلي فليكس أو حاجة كده تشيلي فليكس الفلفل الأحمر الناشف الفلفل الأحمر ده الناشف لما بيتفرج كده بيتحول لتشيلي فليكس هو فلفل مجفف يعني مطحون في الإيد هو ده هشرح لكم أكتر وكل حاجة هاخد يعني بالي أنه أقول لكم هي مرادف لها إيه بالعربي شكرا يا أحمد أنا ضفت الفلفل الرومي عندي فلفل رومي أحمر هو الأصل فيها الأخضر بس بحب التنوع بالألوان لأنه بدينا فيتامينات كمان حطينا فلفل رومي وأساسي في الفاتوش حطينا طماطم وخيار دول كلهم أساسيين حاجة تانية أساسية الفجل الفجل من الحاجات اللي موجودة بالفاتوش وما بتبقاش عادة موجودة بسلطات تانية بعشقه في الفاتوش بيدي كده هو طعمه بابري يعني إيه يعني مش حرق زي الفلفل الأسود فيه هناك حدا كده بتدي الفاتوش طعم حلو عندي بصل أخضر هقطع البصل الأخضر وبوعدكم إنه دايما 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 أشرح لكم المكونات يعني اللي تبان اسمها صعب ببساطة هي إيه هنقطع شوية بصل أخضر ونرد على أميرة مسكندرية المارية اللي أنا وحشتني هاي أميرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إيه الأمر اللي على الشاشة ده حبيبة قلبي تسلاميلي في معي أيوا يا مارية معي لابقى مشكلة ابن صغير أسمو محمد مش عايز يكتب الواجب غير لما يكلمك طب نتكلم هاي يا محمد زيت يا سامي أنا تمام يا محمد لازم تعمل الواجب وما تزعلش ماما ليه مجيز قولي عملي لا أكلت حلوة قوي أكل حلوة قوي حبيبي وأنا بحبكم والله قوي ومبارح كنت خارجة كده مع ولادي فعند الألعاب كده ولقيت أطفال كتير كتير أنا مكنش عارفة أنكم كتير كتير بتفرجوا على البرنامج وبتحبوا أنا بحبكم بس نسمع كلام ماما ونسأل ماما أنت بتبعتي أكل الجران ولا لا طيب الخط تقطع شكرا أميرة حطينا بصل أخضر هنحط شوية خاص هنحط خاص أي خاص موجود كابوتشا خاص بلدي هو أصلها البلدي على فكرة بس أنا ما لقيتش اليومين دول خاص بلدي فراش فجبت أي خاص متوفر وبقى عندنا زي ما سألنا أحمد الحاجات من جيبها بنين كل ده عادة بره بيبقى مستورد ده صناعة صناعة زراعة مصرية وأرض مصر جواها صيف شتاء فعلا فعلا مناسب لزراعة كل أنواع المحاصيل هقطع الخاص وأنا غسلة الخاص طبعا ومن الشفاء فكده حطينا مكونات الفتوش ممكن يتحطي له حاجة عادة في مصر بمستخدمهاش قوي بس موجودة عندنا في بلاد الشام اسمها بقلة هنا اسمها رجلة من أساسيات الفتوش لو موجودة هنا قالوا لي في مصر الرجلة ملهاش استخدمات كتيرة بس احنا بنعمل فيها كذا سلطة أول ما تبقى موجودة والموسم بتاعها هعمل لكم كم سلطة بالرجلة طعمهم خطير عايز أوريكم الرز احنا دلوقتي في المرحلة اللي هو مفروض خلونا نجيب معلقة مفروض نوطي النار على الآخر الرز والمية تقريبا بقوا في نفس المستوى هو ده اللي أنا بقول لكم عليه زي في الفلت الرز هروح هنا وأقول أوطي النار لمسلا هو العدد هنا يوصل عندي لتسعتاشر أنا هوطيها لتلاتة وهغطيها وحسيبها تلت ساعة نص ساعة لحد ما تستوي وبعد ما تستوي ونطفيها نبعدها شوية لأنه هنا بيفضل سخن لو البتجاز كهرباء ونسيبها في الحلة عشان تتقلب معنا كده تعالوا نعمل الدرسينج الفاتوش عشان نلحق ندوق المقلوبة هنحط هنا زيت زتون أساسي في كل السلطات الشمية وحنحط معاه السماء السماء نوع من أنواع البارز التوت الناشفة كده وطعمه مزز جدا وبيدي كده برضو فيه بفابري يعني ما بين كده الفلفل الأسود شوية خفيف على مزازة وليه ملمس كده أرمشة هنحط الملح طبعا وحنحط معاهم دبس الرمان إحنا تكلمنا عن دبس الرمان قبل كده إنه هو عصير الرمان اللي بيغلي مش بيغلي بيتسخن على درجات حرارة وطية لفترات طويلة زي العسل الأسود ده دراسينج الفاتوش فيه ناس بتحط توم أنا عمري مكلت الفاتوش بالتوم بحسه بيغير الطعم جدا هنخلط الخلطة دي ونضيف عليها النمون لإنه سلطات الشامية مززة ويا سلام على الفيتامين سي اللي بناخده من الخلطة دي سواء من الرمان أو من السماء أو من اللمون وزيت الزتون طبعا فويده معروفة يا سلام تعارفين أنا مقترن عندنا ببلاد الشام برمضان زي القطيف كده معرفش ليه بنعمله في رمضان كل يوم منقلبه شايفين لونه الحلم هو ده بتاع المطاعم اللي بتروحوا المطاعم وبتحتاروا للدراسينج هي أكيد الخضار واضحة لدراسينج إيه؟ خلونا نجيب طبق التقديم طبق تقديم حلم برضو و نغرف الفتوش بقولولي معنا دقيقة بس أنا مش هطلع قبل ما دوق المقلوبة أوكي؟ كنترول متفقين مش سمع إيه رأيك يا دعاء ينفع نطلع من غير من دوق المقلوبة؟ لا ماينفعش ماينفعش؟ إزاي يعني فقرة التعذيب دي مين هيعملها؟ إزاي كدعاء من الغردقة ها؟ أه شيف ما يزاي؟ أجي عندك جوي جنن والبحري جنن؟ مش هتلاقي جوي أحلى من ده بالفترة دي لا 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 أنا جاية هفكر زي أنا لست كنت في أول حلقة بقول إنه لازم ناخد أجازة حلوة عشان نرجع نشتغل بضمير وأنا هعمل كده أنا حطيت العيش اللبناني المقلي على الفتوش إنتي شايفانا طبعا حطناه على الفتوش وهو كده بقى جاهز وتعالي نغرف المقلوبة وإنتي بتقوليلي في الغردقة بتبعاته أكل البعض؟ والله وللأسف الغردقة صعي التاني عشان عارفة إن الأغلب بيبقى جانب وريزورت وحاجات كده فالوضع بيبقى مختلف تماما بس أنا أصلا مسكندرية وإلى الآن ساعات الديود الأجيما بقى أمامتي حماسي بس أنا لأ طبعا إنتي شايفة المقلوبة؟ شايفة الرئات البتنجان والبطاطس والفراخ؟ يعني كالعادة شكي ما يمش جديد عليك بصي لا والله دي مش إبداعات دي وصفات متورثة عن أهلنا وإحنا تعلمناهم منهم بنفسهم ونشكر دعاء وندوق حدوق بعد أن أطلع فاصل هلا أنا حدوق لو سمعت بصوا البتنجان دايب مع الرز خدتني البيت أهلي ليوم جمعة للمة عيلة على الصفرة الأكل زي ما برجع وأقولي ممكن زهقتكم في الموضوع ده الأكل لو ما عملناش ذكريات حلوة ملوش لازمة هروأ وأخذ الطبق معي على فقرة الدردشة هنطلع لايب على الإنستجرام والفيسبوك وناخد مكلمات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة